جيبت ميكروفون جديد وعايز اشوف رد فعل احمد اخويا لما يسمع الاخبر ده احمد انا جيبت ميكروفون جديد ايه رد فعل احمد انا جيبت ميكروفون جديد ميكروفون ده اخم كم سبعة اتمان انا هفتح شركة انتاج فنية ودعاية واعلان انا بني ادم مريض بالمثالية بحب الحاجة اللي انا بعملها يا اما تطلع بيرفكت يا اما بلاش انا قبل ما اعمل قناة اليوتيوب دي لكن عندي خلفية بسيطة جدا عن انتاج الفيديو والمونتاج والحاجات دي لكن ما عنديش خلفية لا بالميكروفون ولا بالكاميرا فاضطريتي ان اتعلم بالطريقة الصعبة بالطريقة المكلفة اني اشتري الحاجة واجربها ما نفعتش اشتري غيرها واجربها مش عطياني الاداء اللي انا عايزه لحد ما اشتريت عشر مايكروفونات مختلفة وكل مرة كنت بحاول ان انا استرخص في الميكروفون اللي انا باشتريه كان بينتهي الامر بيه في الزبالة واضطر ان انا ادفع فلوس اللي احسن منه وبكده انا دفعت 8 مايكروفونين بدل ما اشتري مايكروفون واحد قبل ما اشتري اي مايكروفون كنت بادخل على اليوتيوب ودور واشوف رأي الناس اللي اشترت الحاجة دي قبل مني وعملت لها ريفيو لكن فيه ناس مش بتقول الحقيقة فيه ناس مدفع لها من الشركة عشان تقول كلام حلو عن المنتج ده وتعمل لها دعاء وتعمله دعاية فبيقولوا اي كلام خلاص وانت كمتلقي بتصدق انا بني ادم عندي عشق للتولز للادوات وافرح قوي لما اجيب تول جديدة او اداة جديدة كايني طفل صغير وبيجيب لعبة وفرحان بيها لو حتكلم عن المايكروفون كواحد بيصنع محتوى على اليوتيوب ما عنديش الخبرة الكافية دلوقتي بقى عندي خبرة ان كل مايكروفون بينفع لحاجة معينة وماينفعش لحاجة تانية عشان اكون الخبرة دي دفعت مبلغ كبير في اكتر من مايكروفون لكن لو حنيجي نتكلم عن التولز فدي بقى لعبتي على رجل اشتغلت في سيانة الموبايل بالي عشرين سنة منهم ست سنين جوه شركة نوكيا شفت تولز مكانش حد يعرفها فحبيت اساعد الفنيين بدل مفلوسهم تضيع وبقيت اعمل ريفيوهات للادوات اللي عندي وبتالت شركة يونين ريبير تبعت لي ادوات علشان اجربها ودلوقتي في شركة جديدة كمان بعثت لي اداة هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي علشان اعمل لهم اعلان وهنا الصراحة كل الاطراف مستفيدة الشركة مستفيدة وانا مستفيد وانتو مستفيدين في ان انتو تعرفوا الجهاز ده هل هو جيد ولا لا اللي امتبعني من زمان حيعرف اني عمري ما قلت معلومة وانا مش متأكد منها وعمري ما شكرت في اداة وهي مش كويسة النهاردة لما بتروح لمكان بيبيع تولز ما بيستخدم هاش هو مجرد انه بيبيعها ما ينفعش تسأله عن رأيه فيها لان هو ببساطة رأيه ملهوش اي لازمة رأيه ده كونه من اللي سمعوا من الفنيين لكن هو بنفسه جرب التول دي ولا لا هو فني ولا لا مع احترامي الاصحاب كلهم لان اغلبهم بيبيع تولز ودلوقتي كل الناس بقت بيبيع تولز لكن كل محل او كل بيع بيبيع تولز وهو مش فني هو مش مصدر للمعلومة انا في مرة وانا في اسكندرية قبل ما بتدي ادخل بقى بند الادوات في الاكاديمية كان في عندي مايكروسكوب انكسر وكان فيه كورس شغال وكان لازم اجيب مايكروسكوب بداله ما كانش ينفع ان انا استنى تاني يوم فنزل في مكان من الاماكن اللي بيبيع ادوات في اسكندرية ودخلت سألت على المايكروسكوب اللي انا عايزه الشاب اللي بيبيع قال لي المايكروسكوب ده مش موجود موجود ده بداله طبعا الراجل ده ما يعرفش ايمان احمد ولا قناة يوتيوب ولا الكلام الفاضي ده كله فهو كراجل بيبيع هو عنده سلع عايز ان السلع دي تمشي بغض النظر عن اللي قدامه ده محتاج ايه او مش محتاج ايه وايه الاحسن بالنسباله هو ما يعرفش الكلام ده هو عنده سلعة هي اللي موجودة حاليا والسلعة التانية مش موجودة فهو عايز يباع لي السلعة دي فالمهم ان انا قلت له ايه لا المايكروسكوب ده انا صراحة ما اشتريهوش ولو ببلاش فقال لي يا باشموندس انت شكلك مش فاهم قال لي المايكروسكوب ده احسن مايكروسكوب في العالم واللي انت عايزه ده ده زبالة وانا لما جبته ما اتباعش عندي هنا همرك ما تثق في بياع البياع عايز يبيع المنتج اللي عنده هو ما بيفرقش معاه الشخص اللي بيشتري المنتج ده هل هو ده المنتج المناسب لي ولا لأ انت كشخص ما عندكش خبرة في الادوات فانت لو سمعت كلام البياع ده هتشتري المنتج وتلاقي نفسك مش مبسوط بيه وترجع تبقى عايز تبيعه وتشتري واحد تاني بداله وبكده تبقى دفعت تمن منتجين وفي الاخر حصلت على منتج واحد انا مش عامل الفيديو ده علشان اقول متشتروش من الناس دي وتعالوا اشتريوا مني اللي انا ببيعه اكتروا موجود في محلات تانية الهدف من الفيديو اني اقول لك ما تسمعش لأي حد فيه ناس بتعمل فيديوهات وتقول ان الكاوية دي هي احسن كاوية اشتغلت عليها طب هو انت جربت ايه غيرها هو انت بتقارنها بايه ما انا ماينفعش اقارن كاوية زي الكويك تي 1200 او التور تي 12-11 بهاكو مستحيل فرق السعر ده مش جاي من فراغ فلما اروح لفني يكون هو كان شغال على كادة وبعد كده اشتغل على تي 12-11 فاكيد تي 12-11 بالنسباله احسن بكتير من الكادة لكنها مش الاحسن فلما تيجي تسأل حد عن اداة لازم يكون شخص جرب اكتر من اداة مش اي اداة تنفع لكل الاستخدامات في ادوات تنفع للفني المبتدئ في ادوات تنفع للفني المتوسط في ادوات تنفع للفني المحترف في ادوات تنفع للتوكيل انت لما تروح تشتري اداة هي معمولة عشان تستخدم في توكيل مترجعش تقول هي سعرها غالي ليه يمكن الاداة دي ما تكونش مناسبة للمستوى اللي انت فيه دلوقتي ادوات الصيانة كتير في حاجة سعرها قليل وجودتها زفت وفي حاجة سعرها قليل وجودتها كويسة لو قرناها مع السعر وفي حاجة جودتها عالية لكن سعرها غالي فالمحلات اللي بتبيع التولز عندها اختيارات كتير كل اختيار يناسب فني معين يعني انا مقدرش اقول لفني مبتدئ روح اشتري كاوية هاكو وتمنها 15000 جنيه لكن في نفس الوقت منصحش اي فني مبتدئ ان هو يشتري كاوية وهوت اير كادة مثلا لكن لو واحد شغال في التلفزيون قطع كبيرة ولحمات سهلة مش زي لحمات الموبايل فيقدر يشتري الكادة وهتبقى بالنسبة له كاوية كويسة جدا وسعرها مناسب فانا بعمل ريفيوهات للادوات انطلاقا من حبي ان الناس ما تخصرش فلوس في الهواء انا نفسي اني كنت الاقي حد يوجهني بالصدق لاي ميكروفون انا محتاج اشتريه ويفهمني ان الميكروفون ده خاص بالحاجة دي والميكروفون ده ماينفعش للحاجة دي انا عارف الناس بتتعب قد ايه في الفلوس دي والناس حابة تطور من نفسها وحابة تطور من امكانياتها وحابة تطور من ادواتها لان الادوات اكيد بتساعد في ناس بتبعتلي وتقول لي يا ايمن عايزينك تعمل ريفيو للحاجة الفلانية انا مصادري محدودة انا بعمل ريفيوهات للحاجة اللي انا بشتريها لنفسي وللحاجات اللي الشركات بتبعت هاني وطبعا الشركات اللي هي مهتمة بعمل دعاية وسط فانيين الصيانة يعني تكاد تكون معدومة انا ما عنديش امكانية ان انا اشتري كل الادوات وعمل لها ريفيوهات وخاصة اذا كنت مش محتاجها فانا كل اداة جربتها بنفسي سواء هنا او في المركز ايمن احمد ستورز هذا الفيديو برعاية مركز ايمن احمد ستورز بالاسكندرية مركز صيانة وتدريب وادوات احترافية طبعا وجود مركز تدريب ساعدني جدا اني يكون عندي تشكيل كبير من الادوات واداني فرصة اني اجرب عدد كبير من الادوات وعشان كده عملت ويب سايت عليه كل الادوات اللي انا اشتريتها وجربتها وروابط شرائها من على موقع امازون وعلي اكس عشان اوفر عليكم عناء البحث طب انت متقدرش تشتري اونلاين لاي سبب من الاسباب الجمارك عالية مش متاح في بلدك انك تعرف تشتري اونلاين شوف الاداة وروح اشتريها من اي مكان في البلد اللي انت فيه لكن فيه ناس تقولي طب انا ما بعرش اشتري اونلاين او ما عنديش امكانية ان انا اشتري اونلاين والاداة دي مش موجودة هعمل ايه طيب اي اداة هتشتريها من دليل الادوات لو اتممت عملية الشراء في خلال 24 ساعة انا هيجيني من الموقع من الموقع مش منك انت يعني ان انت لو هتدفع مية دولار فالموقع هيديني منهم تقريبا واحد او اثنين في المية لو اتممت الدفع في خلال 24 ساعة بعد 24 ساعة الموقع هيدخد المية دولار كلهم مش هيديني منهم اي حاجة فلو انت عايز تدعم القناة وتدعم الفكرة بتاعة الادوات ادعمني بشرائك من الروابط دي انت كده كده لو هتشتري اونلاين ادعمني بشرائك من الروابط دي او مش هتشتري اونلاين فانت استفاد من معرفة ايه الادوات اللي نالت على اعجابي وبستخدمها حاليا سواء في ورشتي في الامارات او في مركز التدريب بالاسكندرية حاجة مهمة جدا لازم تكونوا عارفينها عن الشراء اونلاين ان السعر اللي بتشوفوا على الموقع ده السعر بدون الشحن وبدون الجمارك يعني لو انت بتشتري من بلدك ما تقارنش السعر اللي المحل بيديهولك بالسعر اللي انت بتلاقيه اونلاين لان السعر اونلاين ما بيكونش لسه تحط عليه سعر الجمرك ولا تحط عليه سعر الشحن وفي اوقات كتير بعض البضائع بتتكلف مصاريف تانية غير الشحن والجمرك علشان توصلك في بلدك فما تروحش لمحل بيقدم لك سلعة وتقول له انت ليه بتقدمها لي بالسعر ده ما هي اونلاين بقد كذا انت ما تعرفش المصاريف اللي التاجر ده صرفها علشان يجيب السلعة دي ويوفرها لك في بلدك لو انت قادر تشتريها اونلاين روح اشتريها اونلاين وما تدخلش في تفاصيل الباقع بيباعها في بلدك بكام بكام أشكركم جدا مع السلام